بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكل مشاهدي قناة الاهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير جمهور النادي الاهلي العظيم اهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامج جيل تريند حالة النهاردة بالتأكيد جاية قبل ساعة من مباراة هامة جدا امام منتخب سيرليون في الجولة الثانية من التصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم كل التوفية رب المنتخبنا الوطني بالعودة بنتيجة ايجابية الثلاث نقاط مهمة جدا في بداية المشوار ست نقاط في الصدارة امل كبير جدا للجماهير الكرة المصرية خاصة ان المباراة الثالثة والجولة القادمة لسه بعد ما يقرب من حوالي تسعة اشهر في نهاية عام او في منتصف عام عشرين اربعة وعشرين حالة النهاردة فيها كاوليس كتيرة هنتكلم على تشكيل منتخبنا الوطني هنتكلم على استعدادات الاهلي النهاردة اول مران واول تدريب للاهلي استعدادا لمواجهة ميدياما الغاني واول مران تحت قيادة مرسي الكولر عاقب العودة من سويسرا والاجازة اللي منح الجهاز الفاني اللي اللاعبين خلال الاسبوع الماضي حالة فيها كاوليس وتفاصيل مهمة جدا ولكن كالعادة نبدأ حلقتنا بسؤال حلقة النهاردة وعايز كل الناس اللي بتتبعنا او اللي بتشوفنا من خلال صفحات القناة عبر السوشيال ميديا تدخل وتشارك وتسجل توقعاتها على نتيجة مباراة سيرليون ومصر اليوم في تصفيات كاس العالم 2026 تدروا تجاوبوا معنا على السؤال وتقولوا توقعاتكم من خلال صفحات القناة على السوشيال ميديا وفي الجزء الاخير هستعرض اكبر قدر من توقعاتكم التوقعات وليست الامنيات توقعات مهمة جدا عشان نشوف يعني البعض شايف ان النتيجة ولا دا ممكن يكون ازاي هل النتيجة تكون مشابهة لمباراة جيبوتي ولا الاجواب في ليبيريا مع السيرليون ممكن الوضع يختلف شوية اوما نتمنى التوفيه رب لمنتخبنا بقيادة البرتغالي روي فيتوريا بسرعة نروح لأهم العنوين في ترند الاهلي الفريق يعود للتدريبات استعدادا لميدياما وفي الترند المحلي خمس تغييرات في تشكيل المنتخب امام سيرليون وفي الترند العالمي ارقام قياسية بالجملة بعد الفوز التاريخي لفرنسا على جبل طارق موسيقى انبارح في التصفات الاوروبية كانت نديجة كبيرة وعريضة يعني كل شوية بقل بشوف نتاج المباريات كان فيه هولندا كان فيه ألمانيا بتلاعب تركيا فقلت بص على فرنسا وجبل طارق الاول كنت شايفه 5-0 الكلام ده لسه في نص الشوط الاول على نهاية الشوط الاول ببص نتيجة تمانية في الشوط التاني ببص نتيجة تسعة وعشرة فقلت لا ده شكلها داخلة في سكور والموضوع داخل في جوم مشترك يعني بصراحة نتيجة وسكور صعب جدا يحصل في التصفيات الاوروبية ولكن التصفيات الافرقية حاليا بزيادة عدد المنتخبات كلنا رحيم في نفس المرحلة مصر تكسب ستة كودفوار على فكرة كسبت أعتقد بنتيجة تمانية أو تسعة فيه دابل سكور في التصفيات المؤهلة لكاس العالم في المرحلة الحالية فيين زمان لما مجنش في التصفيات كان بيبقى فيه مباريات فصلة ومباريات صعبة ثلاث منتخبات به نفسه عشان بطاق التأهل ولكن نظام كأس العالم ونظام الفيفا في التصفيات أعتقد يعني ما بقاش فيه قوة والإثارة في المباريات التصفيات خلال الفترة الحالية لعله وعسى يمكن التصفيات أمريكا الجنوبية هي لسه محتفظة بالرونة بتاعها وبالإثارة والقوة في كل المباريات طيب النهاردة فيه استكمال أو بداية النهاردة بداية المرحلة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم فيه ثلاثة لقاءات كانت قبل بداية الحلقة الجابون حققت مكسب مهم جدا وانتصار خارج أرضها على برونزي بهدفين مقابل هدف في المقابل كانت الجابون في اللقاء الأول على أرضها تعدلت مع كينيا واحد واحد فنتيجة جيدة للجابون عشان تحافظ على أملها في المنافسة مبكرة موزنبيك كانت على أرضها بتلاقى بالجزائر والجزائر نجحت في الفوز خارج أرضها 2-0 عشان الجزائر تحصد 6 لقاط من أول مباراتين فازت على الصومال والآن بتفوز على موزنبيك نيجيريا ونتيجة مفاجأة جدا اتعدلت مع زنبابوي خارج أرضها واحد واحد وبالتالي نيجيريا من مباراتين عندها نقطتين جنوب أفريقيا كسبت بنين جنوب إفريقيا أو كسبت رواندا الجولة الجاية هتكون جنوب إفريقيا 6 نقاط ونيجيريا نقطتين وبالتالي جنوب أفريقيا من بدري كده بتحاول تسبق شوية في المنافسة مع المنتخب الناجين الساعة 6 فيه مطشين مابسي سريليون ومصر بتلاقي في ليبريا ربنا يكرم منتخبنا يا رب وأيضا السودان هتلعب مع الجمهورية الكنغو الديمقراطية السودان اللقاء الأول اتعدلت مع توجو والكنغو الديمقراطية في اللقاء الأول كسبت موريتانيا 2-0 كل التوفيق رب للأشقاء في السودان في العودة بنتيجة جبية لعله وعسى يسعى السودان إلى الوصول إلى النقطة الرابعة وتخطي الكنغو الديمقراطية دي أبرز مباريات اليوم في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم نخرج إلى فاصل ثم نواصل بعد الفاصل قبل ما ادخل في أي تفاصيل وكالعادة يوميا لازم نفكر الناس ولازم نتكلم في جزيات دي لأن الدعاء بغير الأقدار وبغير القدر نتمنى يا رب السلامة والشفاء يا رب بإذن الله لمعالي الوزير السابق نائب رئيس النادي الأهلي الأستاذ العمري فاروق الفترة الحالية بصراحة دلوقتي دخلنا حوالي أسبوع عشر أيام ولكن يوميا لازم نتكلم مع الناس ولازم ندعيله لأن الحالة طبعا زي ما تسمعتم بارح الكابتن محمود الخطيب بتكلم بالتأكيد على حالة العمري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي وكلنا بالتأكيد بنتوجه بالدعوات وبالتمنيات يا رب بالشفاء العجل يمكن حب الناس وتأدير الناس لشخصية معالي الوزير ونايب رئيس النادي الأهلي الأستاذ العمري فاروق تأدير كبير جدا وحب الناس ليه حب كبير جدا وده يندل على شيء بيدل أن الفكرة مش في العمل ومش الفكرة في المناصب لا الفكرة في التعاون وفي الشخصية وفي تأدير الكبير قبل الصغير أو الصغير قبل الكبير ده اللي بيبان في التوقيتات الصعبة اللي زي دي يمكن تعرض لما احنا صعبة الفترة الأخيرة وحالة صحية كانت حارجة لكن كل الناس بلا استثناء سواء داخل النادي الأهلي أو خارج النادي الأهلي على السوشيال ميديا على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي ناس في مصر وناس خارج مصر الكل بيتوجه بالدعاء يا رب بإذن الله أن ربنا يعملنا عليه بالشفاء خلال الفترة اللي جاي عشان يخرج بإذن الله من المستشفى سالم غانم لأسرته وإخواته وأهله وأحبابه سواء داخل النادي الأهلي أو خارج النادي الأهلي ولكن يوميا كل ما بنستغل فرصة ظهورنا معاكم على الهوى لازم نفكر الناس بخالص الدعاء والتمنيات بالشفاء العاجل يا رب لي الأستاذ العامري فروغ نفس الكلام إن شاء الله بإذن الله نطمئن قريبا جدا على الأستاذ زيطاري أنديل عضو مجلس إدارية النادي الأهلي برضو كان تعرض لوعكة صحية وكنت اتكلمت مع حضراتكم على الحالة اللي تعرض لها في الفترة اللي فاتت يمكن هو بقى الأكثر من حوالي يعني من يوم مباراة الأهلي وسانداونز بنتكلم في 1 نوفمبر من وقتها هو حتى منزلش النادي يمكن الحالة الصحية كانت تعبانة شوية الفترة الأخيرة يمكن كلمته من حوالي يومين اطمئنيت عليه فإن شاء الله بإذن الله قريبا جدا ينور بيته وينور مكانه في النادي الأهلي وخالص التمنيات أيضا بالشفاء العاجل للأستاذ زيطاري أنديل عضو مجلس إدارية النادي الأهلي طيب نروح بقى لأخبار الفريق والنهاردة تدريب فريق النادي الأهلي هو أول تدريب للفريق عقب العودة من الأجازة والراحة السلبية اللي منحها مارس الكولر على فكرة هي مش راحة سلبية بمعنى أن هي راحة سلبية كان فيه برنامج معد من الجهاز الفني بقية سويسري مارس الكولر تم إرساله للعابين على جروب الواتساب وحتى لجنة التخطيط لما اتكلمت مع مارس الكولر على فترة الأجازة وانت راجع عندك ماتش ميدياما الغاني يوم السبت اللي جاي فهو الراجل طب من الناس وقال لهم لا فيه برنامج معد واللعابة هتشتغل عليه بحيث لما نستعني في التدريبات يوم الحد اللي جاي اللي هو النهاردة إن شاء الله الحالة البدنية أول تجمع للفريق هنحاول إن شاء الله نطمئن على حالة أكرم توفيق طبعا كلنا عارفين إن أكرم في مباراة الجونة ما كانش موجود وكان المعلن وقتها إن الجهاز الفني بيقول إن أكرم ممكن معد العودة من الرباط الصليبي والفترة الطويلة من الغياب عنده إجهات شوية وبالفعل أقرأ إشاء عشان نطمئن عليلك الحمد لله أنا بطمئنكم إن أكرم الحمد لله بحالة بدنية وطبية كويسة جدا برضو النهاردة إن شاء الله نشوفه في المران عمر السلية محمود متول إن شاء الله كمان نطمئنه ونشوفه في المران عايز ألكم كمان محمود قهربة إن شاء الله بعد فترة غياب كده من ساعة مواجهة سانداونز ما كانش موجود في مباراة الأهل المحلية عارفيني فيه قرار بيإيقافه ست مباراة في الدور العام عدة منهم خمسة فباقي مباراة لكن مباراة الإفريقية كلها بيشارك فيها ما عندهوش أي مشكلة فبإذن الله قهربة يكون عنصر أساسي وعنصر مهم جدا في تشكيلة مرس الكولر أمام ميدياما الغاني يوم السبت المقبل على ستاة السلام المباراة تتلعب إن شاء الله ساعة مساء بتوقيت القاهرة كلنا كمان عارفين الشيناوي مع منتخبنا الوطني الأول فيه كمان استدعاء لحمز علاء في المنتخب الأولمبي فيه لعيبة منضمة في منتخب الشباب فيه لعيبة منضمة في المنتخب الأولمبي المنتخب الأول بيرستاو مع جنوب إفريقيا أليو ديانجي كان موجود مع منتخب مالي واللعيبة الآلي الدوليين كلهم بيشاركوا كلهم موجودين فالنهاردة أعتقد المران ممكن يشهد تصعيد عدد كبير جدا من لعبي قطاع الناشئين عايز أقول لكم في التوقيت الحالي وأنا معكم على الهواء مباشرة الأمطار يعني بتهطل بشكل كبير جدا وغزير جدا على مقر النادي الآلي في الجزيرة أعتقد يعني التدريب ممكن يتأخر شوية لغاية لما الجو يتحسن تدريجيا واللعيبة تقدر تنزل لملعب التيتش ويستأنفه التدريبات لأن نخدوا بالكم طبعا أول تدريب مع مران بدني مع تأسيمة لقدر الله مع الأمطار والجو ممكن يأثر على الأرضية فالأفضل إن الفريق استنى شوية ويتمهل لغاية لما الجو يهدى وهطول الأمطار يعني يقل شوية عشان يقدر كولر ينفذ أول تدريب له مع النادي الآلي دي الأجواء لغاية لما نشوف الصورة والأجواء من ملعب التيتش خلال الدقائق اللي جاية وإحنا على مدار فقرات البرنامج بإذن الله نحاول نطمنكم قدر الإمكان صوت وصورة على كل الأخبار في النادي الآلي أليو ديانجي على فكرة هيرجع يوم إلا الثلاثاء بيرستاو هو اللعيب الوحيد اللي هيلعب في آخر يوم في الأجندة الدولية يوم الثلاثة اللي جاي آخر معاد في الأجندة الدولية وبالتالي هيرجع إن شاء الله يوم اللاربع إلى القاهرة الناس كانت بتتكلم على فكرة إن ممكن بيرستاو لما يجي اللاربع صعب يلعب بمثبت أعتقد لا مش صعب ولا حاجة يعني عندك اللاربع لما يرجع عندك الخميس عندك الجمعة ففيه مساحة وقت فكرة يبدأ بيه ما يبدأش بيه ده أمر يجي على مرص الكولر اللي لسه هيشوف بيرستاو لما يرجع له أرقامه إيه وتحلول البدن إيه وجهزيته إيه فمش هنسبق لأحداثة سراجل لسه مع منتخب بلاده كسب وبنين أحرز هدف الأول عنده المباراة الثانية مع رواندا المباراة دي على فكرة هيدرها تقم تحكيم مصري بقيادة الكابتن أمين عمر فأعتقد هيرجع على الطيارة واحدة يعني أمينة هيرجع على القاهرة في نفس الطيارة مع بيرستاو يوم الأربع اللي جاي دي جزئية متعلقة بالمران واستعدادات الفريق طيب الحمد لله يمكن نقدر دلوقتي نطمئنه أكتر ونقرب شوية من الصورة في مقر النادي الأهلي في الجزيرة مع الزميل العزيزة كريم أحمد موفد قناة الأهلي المتواجد حاليا في ملعب التتش بالجزيرة كريم مساء الفل عايز أتطمن أولا عليك وعلى الزملاء في درجة الحرارة المنخفضة بإذن الله مساء الخير عليك زميل العزيز محمد سعيد كل التحاليك والكل المشاهدين وكل جمهور النادي الأهلي يعني الحقيقة نقدر نقول بقى فصل الشتاء بدأ أمطار ورياح وأتربة يعني النهاردة ممكن يوم صعب شوية لكن يعني إن شاء الله بإذن الله بقاش لي تأثير على تدريب فريقا للنادي الأهلي بإذن الله يعني في خلال عشر ده إن شاء الله محمد يعني ينطلق التدريب بعد عودة من أجازة أسبوع كلنا طبعا عارفين أن النادي الأهلي بعد مباراة اللجونة الأخيرة كانت فترة راحة لكن فترة الراحة الحقيقة ما كانتش أسبوع دايريك لا كان فيها ثلاث أيام الحقيقة راحة تم ثم بعد كده كل فطبعا كل من اللاعبين اللي متوجدين طبعا بيه برنامج تم تنفيذه على أكمل وجهك العادة لأن انت عارف الفترة مش هينفع تطول لأن انت عندك تلاحم بكبير جدا في المباراة وعودة للبطولات فكان أمر مهم جدا يكون فيه برنامج دقيق جدا من الجهاز طبعا والطبي وأيضا كمان مخطط الأحمال بالتنسيم مع مستر كولر اللي بنأكد طبعا على عودته بالكامل مع الجهاز إن شاء الله يقود المران نهاردة مع فريقا للنادي الأهلي عايز أبدأ معاك محمد في البداية يعني أول ما دخلنا ملعب مختار التيتش شوفنا الحقيقة علي معلول بيوصل للبرنامج التأهيلي معنا نحن عندنا عدد من اللعبين يعني بيوصلوا للبرنامج التأهيلي وعدد أيضا كمان إن شاء الله يكون متواجد معنا بمشيئة الله على مدار الأيام القادمة تعارف وبذكرك وبذكر كل مشاهدي قناة النادي الأهلي يمكن مستر كولر طلب ببرنامج خاص لكل طبعا اللعبين اللي بيقوموا بها عاملات التأهيل على رأسهم السلية أكرم توفيق علي معلول وام تولي وأخيرا طبعا ريدا سليم بس ريدا سليم طبعا هو اطمئنان بشكل كامل على مدى تنفيزه للبرنامج اللي موضوع لي إن شاء الله بإذن الله يعني على منتصف في يناير ده المعلومة اللي عندنا يكون متواجد بمشيئة الله مع فريق النادي الأهلي النادي الأهلي يبدأ اليوم الاستعداد ليه مدياما الغاني العودة من جديدة محمد للبطولة الأفريقية بنعمل بمشيئة الله بإذن الله إن شاء الله لعيبة النادي الأهلي تكون الرغبة كبيرة جدا للهدف البطولة طبعا بالنسبة لكن احنا مشهنا خطوة بخطوة وده اللي معودنا عليه النادي الأهلي النهاردة تكون الاستعداد لكن التقس الحقيقة في صعوبة يعني ممكن يأثر على التدريب ازاي النهاردة او الجرعة التدريبية الفقرات هتكون شكلها عامل ازاي لكن كمان برضو بنذكر للناس اكيد انت طبعا قلت هذا الامر في البرنامج ان كل لعبينا طبعا لعبي المنتخب الوطني خادوا 24 ساعة راحة يكونوا متوجدين بمشيئة الله مع فريق النادي الاهلي غدا لاستكمال البرنامج او الاستكمال الاستعداد بالكامل ان شاء الله خلال ايام القادمة بيزن الله محمد تكون جرعة تدريبية قوية لفريق النادي الاهلي اليوم نهاردة مش هنقدر اقول ان هو تدريب قوي على قد النهاردة ما يكون فيه كلها حاجات طبعا نظري وحاجات عملي بس في شكل بسيط لان العودة يمكن بعد اسبوع بيكون محتاجة تدريج تدريج في التدريب تدريج في الجرعات التدريبية فيارب ان شاء الله بإذن الله يكون الاستفادة جيدة جدا لفريق النادي الاهلي سواء نظري او عملي نهاردة محمد بمشيئة الله طيب كريم عايز اسألك على علي معلول يلحق مطش السبت اللي جاي امامي دياما ولا لسه شوية يمكن معانا متسع من الوقت برضو محمد انا شايفه يعني بيجري 70% في حاجات بالكرة بيعملها فدي ممكن مرحلة متقدمة بشكل كبير جدا وجوده طبعا في التشكيل الاساسي او على دكرة البودلاء هي اكون رؤية طبعا للجهاز الطبي والجهاز الفني لكن الحقيقة اللي احنا شايفينه من البرنامج التدريب ممكن يكون عالي وصل للمرحلة الاخيرة في التأهيل ان شاء الله بإذن الله يكون متواجد لكن برضو احنا معانا لسه بنقول متسع من الايام ممكن نهاردة يكون الدرب لوحده وغدا ممكن ياخد جزء تدريجي من التدريب الجماعي بالكامل وتحديدا تدريب الكرة الحاجات بقى اللي احنا محتاجين نشوفها الاسبرينتات التاكلينج الاشتراكات الحاجات دي بيكون مهمة جدا بتطمنك على حالة اللعيب وعلى حالة جهازيته ان شاء الله بإذن الله لكن اللي احنا شايفينه ان عالي ممكن يعني غدا وبعد غد ينزل تدريجي كده مع فريقا للنادي الآلي في الجرعات التدريبية بإذن الله محمد يكون جاهز ان شاء الله بإذن الله هل لاحظت يا كريم في الملعب ان فيه تصعيد بعدد كبير جدا من قطاع الناشئين في ظل ان الآلي حاليا يعني فيه 13 لعب أو 14 لعب موجودين في كل المنتخبات سواء الأول أو الأولينبي أو الشباب أو حتى منتخب جنوب إفريقيا ومنتخب مالي بالإضافة لده النهاردة كمان يعتبر أول تدريب فأعتقد كمان إمام عشور وحسين الشحات موجودين النهاردة في المران مع الفريق هي نقطة مهمة جدا محمد طبعا يعني العدد كبير الحقيقة لكل اللاعبين اللي متوجدين فيه المنتخبات فيمكن بالتحديد مستر كولر في هذا الأمر بيحاول ان هو يصعد عدد من اللاعبين بيكون تنسيق بشكل كبير جدا طبعا مع قطاع الناشئين كابتن نيد سليمان طبعا بيكون أمر مهم النهاردة أكيد هنشوف عدد من اللاعبين لأن الفجوة كبيرة جدا والعدد كبير يعني في الشكل التدريبي وفي المربعات وفي البرنامج التدريبي اللي بيوضع على مدار اليوم بيكون أمر مهم جدا انت يكون عندك زيادة لأن انت عارف طبعا يعني مستر كولر تحديدا بيحاول ان هو يقوم بعمليات بيكون فيها تصحيح للأخطاء لكن في نفس الوقت لازم يكون في عدد عشان تقدر ان انت تقيم عليه بشكل كبير فهمكن من الواضح طبعا احنا منتظرين كل اللاعبين تكون متواجدة طبعا خلفنا في ملعب مختار التش لكن من الواضح ان يكون في عدد من قطاع ناشيئين متواجد مع فريق الندي تدريبي اليوم وممكن كمان تدريبي الغد لان تدريبي الغد اللاعب اللي هترجع طبعا من المنتخب مش هتاخد جرعة تدريبية على قد ما هتاخد جرعة بسيطة فان شاء الله بإذن الله تكون استفادة بشكل كبير جدا سواء للعيبة اللي بيكون معانا من قطاع الناشيئين او للعاباتنا اللي ان شاء الله بإذن الله نتمنى لهم كل التوفيق في الاستعداد يوم بعد يوم إن شاء الله بإذن الله نرجع من جديد يعني روح المعنى يكون موجودة اللي يقلل بدنيا نستعيدها بشكل كبير جدا لأنها مرحلة مهمة محمد المرحلة القادمة بداية من مدياما الغاني فريق أكيد فريق مميز وعنده طموح لكن إن شاء الله طموحنا يكون أكبر رغبتنا يكون أكثر وإن شاء الله بإذن الله كل التوفيق للنادي الأهل كريم أحمد مفد قناة الأهل بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات من مقر النادي الأهلي في الجزيرة وتحديدا في ملعب مختار التتش دي كان التفاصيل تخص الأهلي والاستعداد للمرحلة اللي جاية نطلع فاصل وبعد الفاصل عندي موضوعين مهمين جدا الموضوع يخص النادي الأهلي وشائعات حول لاعب أجنبي تدى الكلام يتقال عليه في الساعات الأخيرة والجملة بتسحب كلمة والكلمة بتعمل موضوع وهنرد بكلام مهم جدا في هذا الأمر وكمان هنتكلم على منتخبنا والتشكيل اللي أعلنه ري فيتوريا بخصوص مباراة مصر وسيرليون ولكن بعد الفصل أهلا بحضراتكم من جديد الموضوع اللي يخص النادي الأهلي وهو متعلق ببعض الشائعات اللي بتخرج من بعض الزملاء سواء من خلال المواقع الإلكترونية أو بعض البرامج سهل جدا أن ممكن حد يجتهد وبيحاول يوصل لمعلومة ولكن لما المعلومة تتقال على الهوى وتصدر مشكلة وأزمة أنا النهاردة حصيت أن الأزمة هتبدأ تجبر الفترة اللي جاية لأن ابتدى الكلام على صفقة لاعب أجنبي ممكن يلعب في النادي الأهلي الفترة اللي جاية وهو تحديدا يحيى عطية الله لاعب نادي الوداد بعض البرامج هنا في مصر اتكلمت أن الأهلي دخل في مفاوضات جدة اللاعب أصلا على زمة نادي الوداد الأهلي لم يعلن أساسا أنه دخل في مفاوضات ولم يتحدث أحد مع اللاعب لاعب كبير لاعب مهم كمان في منتخب المغربي لاعب محوري ولعب مميز جدا في نادي الوداد والمنتخب المغربي ولكن أنا ردود الأفعال جات لزاي أنا والله عظيم المعلومة لما تقلت في مصر ما حدش خد باله ولا أسمحها ولكن المعلومة سمعت عند الأشقاء في المغرب نهاردة يمكن اتنين من أبرز الزملاء الإعلاميين والصحفين في المغرب بيتصلوا وبيتأكدوا من المعلومة أحدهم كان موجود مع يحيى عطية الله في مطش نهاية أفريقيا وسألوا أصلا لما المعلومة دي تقلت من حوالي أسبوع المعلومة دي لما تقلت من أسبوع يعني ما سمعتش في مصر أو يمكن الأشقاء في المغرب اهتموا بها أكتر لأن اللاعب يلعب في منتخب المغرب زي حيى عطية الله لعب محوري لعب مهم في نادي الوداد المغربي لسه مجدد عاد ومستمر مع الوداد خلال الموسم الحالي اللاعب لما تسأل رد قال أنا والله محد تكلمني ومحدش تواصل معايا وكلام أنا بسمعه من خلال بعض المواقع وبعض البرامج اللي موجودة في مصر لكن النهاردة لفت انتباهي أن أحد الزملاء في الإزاعة بينتقد النادي الأهلي في التفاوض حول هذه الصفقة بحجة مثلا يعني أن الأهلي محتاج لعب أجنبي في الجانب الهجومي مش في الجانب الدفاعي فأنا اللي بيستغربه أن الناس ممكن تبني مواقف على أخبار ناس بتكتهد وبتقولها وبتبقى غالبا أخبار غير صحيحة وفي الآخر بيوجه اللوم للنادي الأهلي على حاجة النادي الأهلي أصلا مشترف فيها فده لما بيتقال الناس على السوشيال ميديا بتسمعه وبتقرأ وبتكتب تعليقاتها وبتنتقد وبالتالي ممكن يتبني رأي عام أو حالة على لاعب أو على صفقة البعض اجتهد وحاول يقول أخبار فيها وهي أساسا ممكن تكون غير صحيحة وبالتالي توجه سهم النقض إلى دارة النادي الأهلي ولجمة القورة حول صفقة النادي الأهلي أصلا على المستوى الرسمي ما فيش أي كلام عليها خالص على المستوى الفني ما فيش أي كلام عليها خالص فمن بدري وإحنا النهاردة هو 19-11 ولسه انتقالات يناير باقي عليها شهر ونص أولا الأهلي عنده عدد مكتمل في اللاعبين الأجانب وعشان تجيب لعيب أجنبي لازم تطلع لعيب أجنبي من عندك وعشان تجيب لعيب بإمكانيات يحيى عطوة الله في يناير فلازم تطلع لعيب أجنبي من الخمسة الكبار اللي عندك قبل يناير هل ده هيحصل؟ لا هل ده متاح؟ لا نقطة تانية مهمة جدا الكابتن محمود الخاصي كانت تكلم عليها وهي فكرة المصاريف المالية المتعلقة بالعملة الصعبة في مسألة الصفقات والتعاقدات والكلام ده كله أنا لما أهتم في فترة اللي جاية وعايز أدفع بكوادر أو أدفع بلاعبين مهمين في صفوف الفريق أكيد أركز على الجانب الهجومي فالبعض بيجتهد في معلومات للأسف البعض بيتناقل هذا الخبر وللأسف البعض بيحاول يبني وجهة نظر على هذا الخبر وينتقد إدارة النادي في هذا الموضوع والآل أساسا ليس طرف كل مقير يعني أنا زن بإنه ممكن يكونوا وكيل لعيبة عايز يسوى لعب عنده فبيتصل بمعدة أو بيتصل بموزيع وبيدينه معلومة ممكن ما تكونش صحة أو غالبية تفاصيلها من صحة والزاميل اللي بيحاول ياخد تفاصيل المعلومة ويبني على وجهة نظر قبل ما يبني على وجهة نظر يتصل ويسأل فالمعلومة اللي زي دي ممكن تتقال مرة بس لما بتتردد بتكتر الكلام عليها والناس ممكن تبني وجهة نظر على المعلومة والمعلومة في الأساس ممكن ما تكونش صح اسم أكتر من لاعب مش يحيح تحديداً كذا لاعب الفترة الأخيرة اتقال ممكن ينضم للأهل السنة دي والسنة اللي فاتت والسنة اللي قبلها وبيحصلش ومحدش بيعتذر والجمهور لما بيقرأ وبيسمع بيوجه سهم النقد تجاه الإدارة أو تجاه المسؤولين في النادي رغم أن المسؤولين النادي ما لهمش علاقة أصلاً بكل التفاصيل اللي تقالي فأتمنى ملف الصفقات والانتقالات لما الناس تتكلم فيه أولاً قبل ما تبدي وجهة نظرك أو تقول معلومة شوف الأول الأجواء المحيطة بها زي المعلومة لعيب أجنبي هل متاح في الأهل ولا لا زي لعيب هيطلع أعارة هل الأهلي اكتمل قيمة المعارين عنده ولا لسه عنده مكان واتنين ممكن يضلحهم أعارة التفاصيل القانونية اللي زي دي ممكن تبني عليها خبر بعد كده وصلت لللاعب وأكد لك اطلع أقول لكن اللاعب أنا بأكد لكم على مسؤولية الشخصية لما تسأل لما تسأل في الجنوب إفريقيا مع كذا سميل من الإعلامين المغربة قال لهم والله ما فيه أي تفاوض وما فيهش أي اتصالات خالص ده كلام بيتكتب على المواقع وأنا والله ما عندي فكرة عن كل التفاصيل دي فأتمنى نقفل الجزئية دي عشان الكلام الكتير في ظل أنه كمان في ناس ما تتكلم على تجديد عقود لعيبة وفي يناير وفي لعيبة عايزة تطمر على مستقبلها فالكلام ده ممكن يؤثر بالسلب على الأهل وهو داخل على دورة أبطال إفريقيا وداخل على كاس عالم أندية فأنا أتمنى نقفل الكلام ده لغاية لما نخلص المشوار اللي جاي وشهر يناير مفيش دوري مفيش منافسات منتخبنا في كودفور ساعتها يا سيدي كل واحد يطلع يقول اللي هو عايزه لأن ساعتها الأهل هيكون حسم ملفات كتيرة خلال الأيام اللي جاية طيب منتخبنا الوطني نقطة مهمة جدا تتعلق بمنتخبنا الوطني النهاردة روي فيتوريا قبل نصف ساعة من انطلاق المباراة عمل تعديلات في التشكيلة الأساسية اللي هيخد بيها مباراة سيرليون عن التشكيلة للعبة مباراة جيبوتي واللي انتهت بفوز مصر 6-0 النهاردة في حلص المرمى محمد الشناوي خطت ظهر فيه 3 تعديلات محمد هاني مكان عمر كمال عبد الواحد علي جبر مكان أحمد سامي وبيستمر محمد عبد المنعم في التشكيلة الأساسية ومحمد حمدي بيبدأ مكان أحمد فتوح في وسط الملعب محمد النني كما هو أحمد سيد زيزو مستمر منذ مباراة جيبوتي والبدء بيه حمدي فتحي في وسط الملعب طيب نروح ليه الجزء الأمامي محمود حسن تريزيجية على حساب عمر مرموش ومحمد صلاح ومصطفى محمد ده تشكيل منتخبنا الوطني على الدكة محمد صبحي أحمد الشناوي أحمد سامي أحمد فتوح عمر كمال مروان عطية مروان على فكة لابا المطش لفات بشكل كويس جدا ورائع جدا النهاردة بيدي فرصة لحمد فتحي مكان مروان برضو خدوا بالكوا التوقيت ما بين المباراتين دائع جدا وكان في رحلة سفر 9 ساعات فكان لازم تحصل تعديلات في التشكيل عمر مرموش على الدكة أيضا محمد شريف رامي ربيعة مصطفى فتحي محمود حمد كنا عارفين أن المنتخب كان سافر إلى ليبيريا لمواجهة سيرليون بـ 22 لاعب وهم هما نفس المجموعة اللي موجودة معاه منذ مبارات جيبوتي بعد خروج طرق حامد وإمام عشور وأيضا حسين الشحات مكسب النهاردة مهم جدا 6 نقاط مهمة جدا الجزائر عاملت ده النهاردة إن شاء الله منتخبنا يقدر يعمل ده كمان لأنه كمان في مباراتين في نفس إطار المجموعة هيتلاعبوا بكرة وبعد بكرة بكرة جيبوتي هتلعب مع غينيا بيساو هنا في القاهرة على فكرة جيبوتي بعد مباراتها مع مصر ما سافرتش ملعبها غير معتمد فاخترت أنها تلعب في القاهرة الجولة التانية الناس بتفكر عشان ما تسافرش تفضل موجودة في مصر يعني كذا منتخب على فكرة عامل نفس الموضوع يعني في مجموعات تانية فجيبوتي وغينيا بيساو بكرة المصر هيتلاعب في القاهرة ولكن مش على السادة القاهرة أسيوبيا وبوركينا فاسو بعد بكرة وهيتلاعب في المغرب على ملعب الدفاع الحسن الجديدي كنا عارفين برضو أن أسيوبيا لما لعبت مع سيرليون لعبت معها في المغرب فأسيوبيا هتلعب أيضا في المغرب وهتصديف بوركينا فاسو بعد غد إن شاء الله آه نقطة أخيرة قبل ما اطلع لفاصل يا رب إن شاء الله منتخبنا النهاردة يكسب لأن ده يبقى نقطة مهمة جدا أول مكسب لمصر على سيرليون مصر في كل مبارايتها مع سيرليون لم نصبخ لنا الفوز على سيرليون لعبنا قبل كده معها مباراتين وفي مباراة كان ساعتها في التصفيات إفريقية 2012 وكان ساعتها أول مباراة صلاح مع بوب برادلي في التصفيات الإفريقية الكلام ده من 11 سنة والنتيجة لقدر الله يعني كانت سلبية واخسرنا من سيرليون 1-2 فالنهاردة بإذن الله يقدر منتخبنا يعوض نتائج السلبية وهي ديرها الحكم الكنغولي جون جاك نادالا إدارة هذه المباراة نتمنى يا رب التوفيق لمنتخبنا في أجواء مناخية صعبة جدا في العبيريا في التوقيت الحالي فاصل ثم نواصل بعد الفاصل استعدادات الأهل لمباراة ميدياما الغاني وأبرز العائدين من الإصابة وبعض التفاصيل المتعلقة بالحضور الجماهيري على أستاذ السلام يوم السبت المقبل في أولى مباراة دوري أبطال إفريقيا بين الأهل وميدياما الغاني كل هذه التفاصيل في آخر أخبار التريند أهلا بحضراتكم من جديد والبداية من تريند الأهل تريند الأهل النهاردة البداية فيه أولا مباراة الأهل وميدياما في دوري أبطال إفريقيا السبت المقبل الجولة الأولى حسابي اللقورة بيقولوا أن مصدر آل 15 ألف مشجع لمؤذرة الأهل أمام ميدياما الغاني في دوري الأبطال على استاذ السلام استاذ القاهرة مغلق للصيانة حتى الأسبوع الأول من شهر ديسمبر وبالتالي تم نقل المباراة الأولى لأهل أمام ميدياما الغاني على ملعب السلام فالملعب سعة رسمية 25 ألف متفرج لو تم السماحة بـ 15 ألف أعتقد رقم كويس جدا وجيد جدا في ظل أن استاذ السلام طبعا وضعه غير استاذ القاهرة استاذ القاهرة بيسعى لحوالي 67 ألف فلما بيحضر 15-20 بيبان جدا أن الملعب فاضي لكن استاذ السلام أعتقد الرقم ده هيكون مناسب وإن شاء الله نشوف حضور جماهير كبير بقى الجمهور يروح ويحضر ويشجع الأهل في أولى المباراة الأفريقية ضربة البداية مهمة جدا حساب كورا بلاس بيقولوا أن كولر يجاهز قهربة لقيادة هجوم الأهل أمام ميدياما في دوري أبطال أفريقيا وده أنا اتكلمت فيه وقلت أن قهربة كان ما بيلعبش مباراة الدور نتيجة الإيقاف لكن إن شاء الله يكون متاح للمشاركة في المباراة الأفريقية الوطن الرياضي ألقى الضوء على موضوع الدوليين اللاعبين الدوليين عندما ينضمون لتدريبات الأهل موقفهم إيه تفاصيل الخبر بتقول أن السويسري كولر منح اللاعبين المتواجدين ضمن بحثة منتخب مصر في ليبريا لمواجهة سيرليون لهم الخماسي يعني الشناوي وهاني ومنعم ومروان ورامي ربيعة راحة لمدة 24 ساعة فقط بعد العودة من رحلة المنتخب يعني الفريق منتخبنا الوطني يصل فجر غد الأثنين اللاعبة تكون موجودة في تدريبات يوم الثلاث لأن بالمناسبة كمان يوم اللاربعة في راحة يوم اللاربعة في راحة سلبية فبالتالي اللاعبة هتيجي تعمل تدريب استشفائي يوم الثلاث ويكون بداية الاستعداد يوم الخميس 48 ساعة قبل مواجهة ميدياما السبت اللي جاي الوطن سبورت أيضا بتكلمه على أن بيرسي تاو مهدد بالغياب عن تشكيل الأهلي أمام ميدياما الغاني يعني الوطن سبورت بتكلم أن بيرسي تاو هيرجع يوم اللاربعة وماتشي ميدياما يوم السبت ف72 ساعة قبل المباراة توقيت داية أنه هو يكون موجود في التشكيلة الأساسية أعتقد يعني بدر جدا استباق الأحداث يعني لما يرجع الأول تاو بإذن الله بالسلامة كولر هيشوف حالته وقتها وأعتقد بدل يعني الماتشي العودة الأربعة والماتشي السبت مش مثلا العودة الأربعة والماتشي الخميس لا دا فيه 72 ساعة فأعتقد هتبقى فيه وقت كويس ومناسب لتجهيز بيرسي تاو حساب فيتو بتكلم على أن الأهلي ينهي اتفاقه بشأن التجديد والسولية تجديد عائد السولية وعلي معلول الناس كلها الفاتر خير بتتكلم على عائد السولية وعلي معلولها هينتهي نهاية الموسم التجديد إمتى النهاردة كل المواقع بنت وجهة نظرها وهذه المعلومة بناء على إيه؟ lên خبر اللي جاي معايا أو الصورة اللي نزلت النهاردة على حساب عامر السولية على الإنستجرام كل المعلومات مبنية على الصورة دي كل المعلومات مبنية على الصورة دي إيه الصورة؟ الصولية النهاردة عبر حسابه على الإنستجرام نشر صورة للتيشرت بتاعه رقم 17 وتيشرتة على معلول رقم 21 الصورة دي كانت في إحدى مباريات الآلي وتحديدا في غرفة خلع الملابس فالأتنين كانوا مبجوار بعض فعمل منش اللي معلول وابتسامة كده بغمزة بسيطة فالناس فهمت ان ده صورة بتقول ان خلاص التجديد للسلية وعلي معلول ولكن نتمنى يا رب التوفيل اللي اتنين ان شاء الله الفترة اللي جاية النادي القالي بركز بشكل كبير جدا في نهاية ملفات كتيرة في ظل ان القالي مشغول بدور الابطال وكاس العالم وان شاء الله كل حاجة تقولن في وقتها ولكن الصورة دي خلت الناس تشتغل على الخبر لكن ما فيش اي تصريح رسمي صدر لا من السلية ولا من معلول ومن ادارة النادي واكيد الافضل للعيبة وللاهل هيتعمل خلال الفترة اللي جاية المصر الرياضي بيتكلموا عن ان فيه مفجأة جديدة في صفقة انتقال عمر كمال عبدالواحد الى الاهل كلام كتير قوي بيتقال في موضوع عمر كمال واتصالات بتجرى على مستوى رؤساء النادي وعلى مستوى ادارة التعاقدات وهل ممكن عمر ينضم في يناير لا فيوتشر مش عايز فلوس على الست شهور المتبقية في عقد عمر فيوتشر عايز لعيبة طب من اللعبة لو ممكن الاهل يطلعها لفيوتشر في الفترة اللي جاية طب لو طلعت اطلع عارز زي والاهل افل ملف المعارين تبقى للاواح الفيفا فهل ممكن يتعمل بنود اخرى كلام كتير وتفاصيل كتير وكل واحد بيحاول يكتهد ولكن على انتظر ونتمهل لغاية لما يكون فيه تفاصيل رسمية نقدر نقولها لحضراتكم لان الكلام رايح وجاي كل يوم لو ركزتوا مع بعض الزملاء في المواقع والبرامج الاخرى كل يوم بتلاقي معلومة عكس الاولى فنتمهل شوال غاية لما نشوف الموقف الرسمي في الايام القادمة اليوم السابع بتكلموا لان وكيل اعمال خالد عبد الفتاح يكشف حقيقة اعارة اللعب لمدرد فيوتشر ليه الكلام النهاردة على خالد ان لما تقال ان فيوتشر مش عايز فلوس عايز لعيبة اتقال اصدفيه تلات لعيبة مطروحين والكلام ده على عهضة المصادر ليست معلومات رسمية حدش عارف في الغرف المغلقة ايه اللي تم هل تم طلب استعارة خالد عبد الفتاح فيه كلام اتقال على صلاح محسن وكريم ندلي فيه كلام اتقال على لعيبة كتيرة فيه كلام اتقال على لعيبة اجنابي في الاهلي فيوتشر عايزه ولو دخلت على قائمة فيوتشر اتلاقي فيوتشر اصلا كمل قائمة الاجانب فبالتالي هيجيب ازاي لعيبة اجنابي من النادي الاهلي هو من وكيل اعمال خالد قال ان الكلام ده لغاية دلوقتي غير صحيح وقال ان كل الكلام اللي اتقال على فكرة ان خالد ممكن يروح اعارة الفترة اللي جاية كل الكلام ده لم يحدث والاهلي لم يختر خالد بهذه التفاصيل وبالتالي انا اتعامل مع كل هذه الاخبار ان الناس بتحول تجتهد وبتسبق الاحداث ولسه مفيش حاجة رسمية نروح للتريند المحلي والنهارده يلا كورة النهارده يلا كورة بيتكلموا على معادلة مهمة جدا متعلقة بفيتوريا معادلة كوبر وبردلي وانجاز غير مسبوق رقم مميز ينتظر فيتوريا امام سيراليون وهو متعلق بالفوس خارج الارض في فترة من الفترات هكتور كوبر حقق تلات انتصارات مع منتخب مصر خارج الديارة عام 2016 بس الكلام ده استغرق حوالي 13 شهر فيتوريا لو حقق ده هيكون الاسرع لان في خلال 8 شهور من توليل مسؤولية هيبقى الانتصار التالت خارج ارضه منذ رحيل حسن شحاتة وده بقى للافة انتباهي في عام 2011 تولى تدريب منتخب مصر 8 مدربين يعني من 2011 لـ 2023-12 سنة في الـ 12 سنة تولى تدريب منتخب مصر 8 مدربين ده رقم كبير جدا رقم يعني اندل على شيء بيدقول انه ما فيش تخطيط الناس بتختار وبتعين وبتشتغل دون اي دراسة 8 مدربين في 12 سنة رقم كبير جدا بصراحة طيب نروح لحساب بطولات وبيتكلموا على ان قبل مباراة اليوم منتخب مصر لم يستطع الفوز على منتخب سيرليون من قبل مواجهتان جمعتهما من قبل فاز منتخب سيرليون في مباراة وتعادل في مباراة طيب نروح كمان ليه حساب المصر الرياضي بيقولوا بعد 11 عام الثقر ينتظر محمد صلاح في مباراة مصر وسيرليون ودي الجزئية اللي كنت بتكلم عليها في البداية ان مصر لما لابت مع سيرليون في 2012 خسرنا وكان ساعتها بداية مشاركة صلاح مع بوب برادلي بعد 11 سنة هل ينجح صلاح في الثقر الصقر القارع يعني الرياضي من الفوز على سيرليون ده هنشوفه بعد 90 دقيقة من انطلاق المباراة فاصل ثم نواصل بعد الفاصل وقتنا أجري معكم بسرعة ولكن الجزء الأخير من المرنامج التريند هيكون على المشاركات والسؤال اللي طرحناه في بداية الحالة توقعاتكم لتشكي نتيجة مباراة مصر وسيرليون تنتهي كام كام سامح بيقول على الرغم ان الملعب نجيل صناعي ومنتخبنا موس متعود على اللعب عليه لكن فعلناها من قبل مع منتخب ليبيا وان شاء الله مصر تكسب 2-0 ونتصدر المجموعة مبكرا مباراة دي كان بيقودها الكيلوش في بداية توليه المسؤولية وكسبنا ليبيا فعلا فيه منغازي 2-0 سيد دمختار بيقول ان شاء الله الفوز لمصر 2-0 يا رب بإذن الله أستاذ عمر بيقول اتوقع فوز المنتخب الوطني اليوم 0-3 ان شاء الله أهلاوي والفخر ليه يا رب سكور جيبا كويس سامح بيقول 4-1 لمصر يا مساهي الناس كلها متفائل أنا قلت أنا تمنى تكون توقعات وليست أمنيات حنان بتقول اتوقع ان مصر هتكسب 3 والأهلي أحلى فريق أهلوية أنا والفخر ليه يا رب ان شاء الله النصر لمصر يعني يبدو ان التوقعات كانت جزء من الأمنيات لكن على أرض الواقع نتمنى بإذن الله نشوف مباراة كبيرة لمنتخبنا الوطني يكسبوا يحققوا إلى ثلاث نقاط نتصدر المجموعة قبل الجولة الثالثة اللي هتتلاعب في يونيو عام 2024 في الختام بشكر حضراتكم بالتأكيد على حسن المتابعة والمشاهدة وإلى اللقاء في حلقات أخرى قادمة من برنامج الترين شكرا وإلى اللقاء